انت بتقول يوسف هو احنا اوضاعنا افضل من اوضاعنا يا عامسان انا لما كنت بقولك على انجلترا وضعينا افضل ولا هم اقولك لا انا وضع احسن انا اقتصاد اكبر لا اقتصاد اقوى لا بس انا محقق معدل نمو اعلى ده واحد انا رايح او بالادق انا مشيت ومستمر في خطوات تحميني اقتصادية ومش هقولك فكرة حماية اجتماعية غير الحماية الاجتماعية ده شيء عظيم وده ملف تاني لكن انا بحمي اقتصادي بقى لي 8 سنين انا من انا يوسف لا الدولة مؤسستها باجهزتها بحكومة الى اخير وقلتلك قبل كده من اول رئيس الدولة الى اجدد موظف شاب موجود فيه اجراءات كتير بتتعمل علشان تحمي هذا الاقتصاد يعني ايه تحمي هذا الاقتصاد يعني تحصنوا تحصنوا من ايه من اي حاجة مهم حدش من 8 سنين كان عارف انه هيحصل كورونا انه هيحصل حرب الروسية الاوكرانية مثلا يعني ولا حد عارف ايه الحروب اللي ممكن تحصل بعد كده لقدر الله ولا اوبئة تجتاح العالم ولا ايه احجام الازمات الاقتصادية اللي ممكن تنجم او تحصل جراء اي حدث ممكن يحصل على الصحة الدولية لكن الشطارة بتبان فين بتبان اقولك احنا لما كنا في السنوية العامة كان على ايامنا بنمتاح نظرنا حوالي 17 مادة انت بتذكرهم على مدار السنة لكان عندنا ترمات ولا تحسين ولا ديولو حلو واحنا كنا الجيل واللي قابلنا اللي بيرفع شعار اللي ذكر ذاكر ويوم الامتحان يكرم المرأة او يوهان احنا ما نعرفش الامتحان هيجي سهل هيجي صعب هيجي معقد هيجي عادي ولا نعرف مهدع على الدورة الصفرة يا روز صبوري روز مش مش صبورة برضو عجولة فعملنا ايه بنحض نذاكر احنا مش عايفين بقى لازم نحاسب نخوا بالنا بنعمل حساب اللي جاي الامتحان يطلع السهل خير وبركة صعب احنا ذكرنا اه لا الجيل بتاعنا السنوية العامة كان غالبان قوي مش فيها هزار داخلين حرب يعني طيب مصر خدت نفس القرار مع الفارق هو ايه اللي ممكن يجرى شكل الازمات اللي ممكن تحصل في العالم ايه طب يا ترى هل انا آمن على مستوى الطاقة هل انا آمن زمان كان دا ما تمزي هل انا آمن على سلة الغذاء بتاعتي هل انا آمن على احجامي الاستثمارية اللي موجودة هل انا آمن على بنيتي التحتية بكافة مشتملاتها اجا بص على البلد دولة بص لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي بيحصل دا دا بلد منهار جدا اقتصاديا جدا طيب يبقى لازم نعمل حسابنا ولازم نعود نشتغل فهتلاقي حاجات كتير جرت منها مثلا انك انت تتحول ازاي تبقى مركز للطاقة على مستوى العالم ايه امكانياتي واحد اثنين ثلاثة اربع يلا نشتغل طيب انا عاوز ان انا عندي مشكلة كبيرة دايما في مسألة القمح والتوريد ومش عارف ايه وعاوز اأمن هذا المنتج الاستراتيجي فيبقى اعمل اقادة انا لازم ازرع قمح كتير ولازم اعمل صوامع تبقى جديدة وبتقنيات جديدة زي زي اللي موجودة في العالم وابقى عندي اخزن قمح كفاية وازرع قمح اكتر وما الى ذلك